اهلا ومرحبا بكم معزا المشاهدين وانا التقيكم في حلقة جديدة برنامجكم حديث عراقي واحدة من الظاهر السلبية التي وجدت وتنامت خلال العقدين الماضيين منذ احتلال العراق وحتى الآن هي ظاهرة أو حالات الانتحار في العراق والتي باتت ظاهرة حقيقة الداخلية الحالية وزارة الداخلية الحالية تقول انه اعداد المنتحرين تنامت رغم انه وزارة العدل تنفي ذلك يعني القضاء ينفي ذلك لكن واقع الحال يشير الى ذلك الداخلية تقول انه حالات الانتحار منذ عام 2016 لغاية 22 يعني خلال سس سنوات حالات الانتحار ارتفعت جدا كانت يعني في عام 2016 343 حالة عام 22 ارتفعت الى 1073 حالة وفقا لمجلة سي اي او وولز الامريكية اللي تعنى بالحصاءات وكذا هي تعنى بهذه القضايا تعنى بكل الاحصاءات تقول ان العراق بمعدل الانتحار العالمي يحتل المرتبة 154 في عام 2023 تحدث من بين 183 دولة هو في المرتبة 154 يعني لا يفصل عن سوى 30 دولة حواليه اقل يعني ستة يعني اقل من 30 دولة تفصل يعني من بين 30 دولة الاكثر حالات انتحار في العالم هذا العراق معدل الانتحار فيه وسائل اعلام عديدة تقول ان هناك خمسة الى سبع حالات انتحار يوميا في العراق وهذه حالات غريبة عجيبة طبعا هذه كل الحالات ما تشمل الحالات الانتحار في اربيل ودهوكوس اليمانية هذه محسوبة اما اذا دخلت هذه الحسابات حول دهوكوس اليمانية واربيل فالموضوع ياخذ شكل اخر شكل اكثر خطورة مفوضة حقوق الانسان كشفت عن تصدر المحافظات الجنوبية النسب الاعلى في حالات الانتحار وهذا يخلينا نساءل وين هذه الاحزاب التي جاءت في عام 2003 وما بعدها ولحد الان هل سنتها طويلة تتحدث عنها جاءت من اجل المظلومية جاءت من اجل الشيعة جاءت من اجل هذا الكلام الفارغ لم تقل في يوما انها جاءت من اجل العراقيين ومن اجل العراق جاءت من اجل طائفة وترفع شعارات الطائفة وليس لها علاقة بالطائفة يعني لم يتعرض الشيعة في العراق شيعة العراق وانا اعذروني ان اتكلم في هذه اللغة لانه هذه الملغة الطبيعية اللي يجب ان يتكلم بها العراقي بس لكن هم يجبرون على هذا العديد ما تعرض ما تعرض والشيعة للظلم والاذى والسوء مثل ما تعرضوا خلال هذه العقدين اللي مضت منذ عام 2003 لحد دلال اكثر من عقدين فقر ازداد الامراض ازدادت البطالة ازدادت المخدرات وجدت كل شيء سيء وجدت والانتحار حالات الانتحار فلذاك في وضية حقوق الانسان تقول ان المحافظات الجنوبية تتصدر النسب الاعلى في حالات الانتحار مقدمة ذي قار وغالبيته هنا واحدة من ال يعني عندما تدخل في هذا الموضوع ستجد انه ارقام اخرى يعني مذهلة ايضا ان المنتحرين غالبيتهم ان يمكن كلهم من الشباب وهذه يعني احنا بلد يعتبر العراق من البلدان الشابة اللي بطاقات شابة بستين الى خمسة ستين بالمئة من نفوسه من الشباب فعندما الانتحار في هؤلاء الشباب هذا يدل على اليأس يدل على الخيبة يدل على الانكسار لما نفقده الشباب طبعا عندما تبحث عن دوافع الانتحار وتسأل المختصين بعلمان نفسه بالاقتصاد والسياس ستجد ان البطالة في قطع الشباب واحدة من اهم الاسباب التي تؤدي للانتحار ترد الاوضاع الاقتصادية طبعا ترد الاوضاع الاجتماعية وحالات تمزق الاسري الجهل الخيبات التوالي الخيبات الشعور بالحيف والندم واليأس هذه كلها عوامل تضافرت مع كل الظروف الحياتية التي يعيشها اهل العراق ونتجت عنها ظاهرة الانتحار مع الاسف الشديد ظاهرة يعني ضد الدين لا يقبل بها الدين لا يقبل بها الله لا يقبل بها الاسلام هذه ظاهرة غير مقبولة لا دينيا ولا اجتماعيا ولا اخلاقيا ولا نفسيا لكن هذه الحكومة لا هي ولا كأنها في هذا العالم وأذكر مرة يعني واحدة من الحلول المبكية المضحكة ما اعرفش سموها في حكم عادل عبد المهدي قالوا له ان حالات الانتحار تكثر فيسألهم يعني شنو هاي الحالات يقولوا له يرمون نفسهم من الجسر من الجسور قال كيف يرمون نفسهم قالوا من السور ما للجسور ويرمون نفسهم حتى حل هذه حتى حل قضية الانتحار قال عل السور ما للجسور لاحظوا الاستهانة والعقل المسطح والعقل الشاذ الذي يحل المشكلة بعل السور ما للجسور أسوار الجسور تعله حتى ما حد يقفز من حتى ما حد ينتهر هي القضية نحلت بهذه الشكل هذه الحلول السطحية التي يراد لها أن تسود هكذا يتصرفون مع الشعب بلا مبالاة بفوقية بانتهازية بشمئزاز مع الأسف الشديد وهذا الشعب كل هذه الثروات كل هذه الخيرات اللي يتمتعون بها هم هؤلاء واللي يسرقوها ويفسدون بها كلها ملك الشعب وملك هذا البلد وذولا الأولى العراقين أنتم ما ممكن تجسون على هذه الكراسي سكوت الشعب عنكم يعني هذا ليس لوما للشعب لكن واقع الحالي هكذا لأنه بعض مواقع التواصل الاجتماعي تكتب وتحاول تأيس الناس وتشيعي الإحباط عند الناس في إشارات مكتوبة ومرسومة أو معبر عنها بأي طريقة تقول للعراقيين أنتم شعب سلبي رافض لكل فعل باتجاه الخلاص خلاصة من هذا الوضع الشاث وبعدها نقول لهم يعني تغيير الحال بالعراق حلم إبليس بالجنة مع أنه يعني وتقول أنه مع أنه الشعب يعرف أنه أغلب كل الذين يحكمونه هم من الفاسدين واللي سرقوا لكنه عندما تصير انتخابات يذهب لانتخابهم طبعاً هذه ليست حقيقة لأنه في آخر انتخابات تشريعية في عام 2021 أكثر من 85% من العراقين لم يذهبوا للانتخابات قاطعوا الانتخابات بقرار بقرار فيه وعي وفيه عقل وفيه منطق وفي انتخابات ما يسمى مجالس المحافظة أكثر من 90% من العراقين لم يشاركوا في هذه الانتخابات وقاطعوها أيضاً لأنهم لا يريدون إعادة إعادة انتخاب الفاسدين ويعرفون أنه هذه العملية فاسدة ومخربة من البداية إذن هناك حاولة محاولات لتيئيس الناس لجعل الناس يأسون لكن واقع الحال أن الشعب العراقي لا يمكن أن يأس لأنه بالتالي أنت تنظر إلى الشعب العراقي وما حل به خلال أكثر من 20 سنة من عام 2003 إلى حد الآن وقبلها حتى بالحصار لو الذي جرى على العراقيين جرى على أي شعب في العالم لكان انهرط عنهم لكن ما زال العراق واقف على أقدامه ويقاو وهذا يدل على أنه أي شعب حيوي هذا الشعب العراقي وأي شعب يعني يستحق الحياة والذين يستحقون الحياة لا يقبلون بهذه الظواهر وسينهونها وقت هذه الحلقة انتهى عزيزي المشاهدين أترككم بخير وألتقيكم في حلقة أخرى لذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة